في يوم ما وفي عامه التسعين سألت امرأة الفيلسوف الكبير بيرتراند راسل وقالت له ماذا ستقول لربك لو وجدت نفسك بعد الموت واقفا أمامه فجأة ووجها لوجه فقال لها فورا يا رب لماذا جعلت الأدلة على وجودك شحيحة جدا ولا تكفي حتى لإثبات وجودك أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من الله بعيون الفلاسفة وفي هذه الحلقة سأعرض لحجج راسل التي تؤكد عدم وجود الله أو عدم وجود أي أدلة على وجوده وأثبت فيها بأن جميع الحجج على وجود الله قاصرة بل أنها تؤكد أننا لا نحتاجه كونوا معي وسنناقش كل هذه القضايا التي ردها الفيلسوف الكبير بيرتراند راسل لماذا لن يكون تقول لي؟ لأنني لا يyuدف من أي أدلة والمام المسخة لأنني أعصنا لا أدلة على وجود الله لذارف ركز أعظموا جداء وجود ونها من أدلة ليسي أنه موجودا وفيرا ل Enough think there's a practical reason for having a religious belief for many people ترجمة نانسي قنقر 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 رؤية كل فلسوف لموضوع الله بحد ذاته والأدل على وجوده أو عدم وجوده والمناقشات التي جرت حولها بأقصى قدر أيضا من الإجاز والوضوح المعرفي والفلسفي بحيث ممكن لكل إنسان أن مهما كانت رتبة المعرفية أو الطلاعة أن يعرف من المقصود بما سأنشره فكونوا معنا هذا الرجل للأسف كان فيروسوفا ومثقفا موسوعيا وعالما رياضيا ومفكرا تربويا واجتماعيا وناشطا سياسيا يعني أم فيه رجل عجيب الرجل وحقيقة من أذكاء البشر أنا شخصين أحب أن أقول له أصلا في كتباته المتأخرة أو حق الكبيب للشكل لكن للأسف عاش ومات ملحدا وإكتشف أنه عنده إرادة للحاد الرجل كان يريد أن يكون ملحدا يعوده النصارة نفس براهين على فكرة برهان النظم اسمه الديزاين الارجومنت برهان النظم وقال هذا أقوى البرهين على الإطلاق لم ينش نطول معه قضعه بشكل سخيف لا يوجد أي صدخية في النقد قال تطول لدارون ينقض هذا برهان ينقض برهانا عقليا بفرضية علمية حتى غير ثابتة تخافة هذه تخافة هذه هذا ليس تفكير علمي الزلم عنده إرادة أن يبقى أيش ملحد بالأسف هذا هي وإلا كان يتدى لله الحجة البالغة علشان هيك بيت فلسف الشهوة بعيد ميلاده تقريباً التسعين عمله حفل وجاءت سيدة كبيرة في السن عامية قالت له يا سيد رسل أنت الحين في التسعين ويعني على شفير القبر فعليك أن تراجع نفسك عليك أي أن تراجع نفسك ألا تخاف قال لأ في الحقيقة أنا غير خاف قالت له ليش أمام الناس وذكر عنده بذيها ملعون قال له لأ أخاف حتى لو افترضنا أنه موجود عن الله سبحانه وتعالى أنا سوف أجادره كما يجادرني ويقول لي لماذا لم تؤم بي هقول له لماذا لم تترك لي من الأدلة ما يقنعني أنه يقنع عمثالي أنا مقتنع تشي طبعاً كما رأينا في جواب أو مداخلة سيد الشيخ عدنان إبراهيم على الموضوع واضح أنه رجل يحاول أن يكسب الموضوع على جانبه الذي هو متحيج له وطبعاً نحن أيضاً ربما هذا الاتهام نفسي يؤكد أننا نحاول أن نتحيز لرأي بيرتراند راسل لكن بالحقيقة الأمر لا يستدعي التحيز إلى أي طرف من الأطراف ولابد أن نقف على الحياد ونعرض الأشياء كما هي بدلاً من أن نصر على رأي واحد مسبقاً وهو هذه الفكرة أقرب إلى بيرتراند راسل مبدئياً هذا السؤال وجود الله هو إلى جوابين جواب عقلي أو أكثر من جواب جواب عقلي وجواب ديني وجواب علمي أما في الجانب العقلي فهو هذا الجانب طبعاً يستنكر الدين بالتأكيد لأنه هو لا يستنكر الجانب العقلي إلا عندما يكون هناك ما يخدمه وهذه نقطة ضعف خطيرة جداً في كل مؤتقد ديني لماذا؟ لأنه يبحث عن ما يشأه ورغباته وبالتالي هاي راح يسقط في المنطقة العاطفية أما في الجانب الديني الجواب على الجانب الديني الخالص بعيداً عن الجانب العقلي فهذا معروف وبدليل وجود الأديان كلها التي تعتقد بوجود إلهما يتعبده الجميع أو يجب أن يتعبده الجميع وهذا اللي يجب تشيء هنا بوجود فائدة من الموضوع وهذا كله بالتالي يؤكد أو يجعل الجميع يؤكدون أن الله موجود أو الإله موجود بالصيغ متعددة وهذا يوضح بأن المسألة لا تتعلق بما يراه الله أو ما يحتاجه الله إنما بمن يقنئ الناس بوجود هذا الإله ويفرض هذا الأمر على الجميع بل بعض الديانات من الإسلام يحكم بالردة والموت والقتل لكل من لا يؤمن بهذا وهذا إلهي علاقة بالمسألة انتروبولوجية وقطيعية اتحدثت عنها في قناتي عن أن الله هو القطيع نسى والدين أيضاً هو القطيع وهذا القطيع يبحث عن الرمز ما يوحد الجميع وينفي فردية الأفراد أما الجواب العلمي نحن تحدثنا عن جانب العقلي وتحدثنا عن جانب الديني أما جانب العلمي فهذا جانب يؤكد بنسبة 100% أن لا شواهد حتى الآن على وجود شيء أو فرضية اسمها الله حتى هذه اللحظة بل أنه يقول أن هذا الإدعاء حتى لو تحقق وافترضنا أنه وجدنا دليلاً على وجود إله فدليلاً دامغاً وليس دليل بالطريقة التي يتحدثون فيها أو يعني يقنعون بها السدج من المؤمنين فحتى لو افترضنا وجود هذا الإله أو اكتشفنا أدلة على وجوده فأن هذا الدليل يجب أن يكون قابلاً للتكذيب لأن العلم لا يطلق أحكاماً قطعية مع هذا الواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني بشكل عام يثبت بأن عدم وجود أي دليل على هذه الفرضية فهذا لا يعني بأن وجودها بغض النظر عن مصداقية هذا الوجود غير مفيد بل بالعكس ما زاله هذا الوجود مفيد بل مفيد إلى أحد كبير هو ليوحد الناس مع بعضهم البعض ويقنعهم بأن هذا الإله يمنحهم معنى لحياتهم ولكل ما يفعلونه وأيضاً يقنعهم بأن ما يفعلونه ويؤمنون به والأحكام التي يطلقونها لديها شرعية كافية لأن يفعلوا ما يشعون وهذا أيضاً فيه جانب خطر أن نعرف بعض الكثير من الديانات تبرر القتل وترتكب الأفعال الشنيعة بحجة أنها أوامر إلهية وهذا ينفي مسؤولية يعني يقوم الإنسان بعمليات قتل مجانية وبضمير مرتاح وبالحقيقة أن هذا الضمير هو ضمير سيء لكنه يقول لك أنا عبد المؤمور وهذا الإله وأنا لا علاقة لبي وهذا يسميها حنى آراندت بتفاهة الشر وهذا موضوع مختلف بعدين يتحدث عنه في البداية راح أعرض مجادلة راسل برتاند راسل حول هذا الموضوع وقدمت هذا العرض عندما سألتها لماذا أنت ليس مسيحياً وهو عند محاضرة شهيرة في الثلاثينيات القرن الماضي تقريباً قبل مئة سنة كان حضور عدد كبير من البرلمانيين أيضاً وقال أنه سيلوم الله على عدم توفيره أدلة كافية على وجوده وطبعاً هذا كما قلنا لن يريح المؤمن هذا جواب مزعج للمؤمن لأن المؤمن يبحث عن ما يريحه يبحث عن ما يسنده يسند قناعته وبالتالي فالجدال من هذا النوع بين الله وبرتاند راسل الجدال لا يرضي ولا يلبي حاجة المؤمن المؤمن يبحث عن من يدعم موقفه فهذا هو أصلاً ربما مؤمن حتى يبحث عن ما يدعم مواقفه ويرتاح نفسياً وجسدياً وواقعياً أيضاً لكن هذا أيضاً في الوقت نفسي هذا الأمر يؤكد رغبة الإنسان الصادقة للمعرفة والتحقق مما يكتشفه أو يقال له عنه على هذا الأساس راح نشوف أنه راسل حتى يدحط أكد موقفه راح يقدم أدلة دامغة على أن جميع الحجاج على وجود الله هي قاصرة وبشدة وراح نبدأ بأول مثال وهو مثال إبريق راسل في هذا المثال كما ترون هناك إبريق شاي اقترح قال أنه حولي رادي يثبت برسان دراسل وجود الله فقال حتى نسبة وجود الله أو من عدم وجوده راح أفترض بأنه هناك إبريق شاي كما ترون في الصورة هناك هذا الإبريق وهذا الإبريق يدور حول الشمس بين الأرض والمريخ وبالتالي ويقول أنه هذا الإبريق لا يمكن لأحد أن ينفي وجود هذا الإبريق لماذا؟ لأن هذا الإبريق لا يمكن رؤيته ولا يستطيع أي كان أن يراه لكن لا نستطيع أن ننفي وجوده هو لبس هو يقول لك هذا موجود ماذا تفعل معه؟ كيف تنفي ما يقوله؟ لا تستطيع أن نفي ما يقوله يقول لك هو موجود وأنه مواثق في وجوده فكيف تنفي وجود هذا الإبريق؟ لكن لا تستطيع رده بشكل منطقي وبالنهاية عليك أن تؤمن بوجود هذا الإبريق وفي مقال لم ينشألها بعد وفاته في مجلة المصور سنة 1952 راح أترك الرابط مع المقال كتب راسل تحت عنوان هل هناك خالق قال إذا أمكنني أن أشير إلى أنه يوجد بين الأرض والمريخ إبريق مصنوع من الخزف الصيني يدور حول الشمس في مدار بيضوي لا يمكن لأحد أن يدحض افتراضي إذا كنت حريصا على ذكر أن الإبريق أصغر من أن ترى أقوى التليسكوبات الموجودة عندنا ولكني إذا انتقلت إلى الادعاء بأن افتراضي يتمتع بخاصية أنه لا يمكن إثبات عدم صحته وبذلك فأنه من غير المقبول لأي عقل بشري متزن أن يشكك في صحته ينبغي كما قال أن يعتقد بحق بأنني أتحدث عن هراء ومع ذلك إذا تم التأكيد على وجود مثل هذا الإبريق في الكتب القديمة أو غرسنا هذا المعتقد في أثاني الأطفال في المدرسة فأن التردد في الإيمان بوجود هذا الإبريق سيصبح غريبا ومستنكرا عمليا كما يقول في هذا المقال كل معتقدات المتوحشين هي السخيفة مثلا قال إذا كنت في التحاد السفياتي في زمن كان التحاد السفياتي موجود قال إذا كنت بروتستانتي فأنت عليك أن تعلم بأن هناك معتقدات سخيفة لدى الكاثوليك طبعا إحنا كمسلمين إحنا عندما نرى مؤتقدات الهندوس نعتبرها سخيفة جدا وغبية وخرافية العكس أيضا صحيح الهندوس يرون مؤتقداتنا وطوافنا حول الكعبة يرونها مسألة خرافية ويعني لا غير منطقية وكذلك أيضا حتى على المستوى السياسي كما يقول برطانس لا سلقا إذا كنا إشتراكيين أو يساريين فراح نستغرب من سداجة الأحزاب المحافظة وهنا يخاطب برطاند راسل القراء ويقول لهم أنت عزيز القارة مهما كانت معتقداتك وأنا بدوري يعني أنقل هذه المخاطبة إلى من يشاهدني أقول لهم مهما كانت معتقداتك مهما كنت مهما توقعت مهما تمنيت فيجب أن تعترف بأن معتقدات تسعة أعشار البشرية هي معتقدات غير عقلانية تماما وأن غير العقلانية هذه هي بالطبع تلك التي لا تؤمن بها أنت طبعا هنا هذا سلوب ساخر جدا برطانس طبعا بالتأكيد أنت كل ما تعتقده غير عقلاني هو هذا الذي أنت ما تؤمن به لكن بالحقيقة يعني يقصد يشير لأنه هناك من لا يعتقد بما تعتقده أنت فيخدم مقالة يقول بأن استنتاج بأنه لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية وكل ما علينا أن نتيح الفرصة له بذلك وهنا يتحدث برطانس راسل مع القراء ويقول له أنا يا عزيز القارب أنا لا أعرف ما هي معتقداتك وبدوري أنا أيضا أخاطب من يشاهده الآن لأسلوب ساخر برطانس راسل دائما يقول أنه يعني ما يشير بأنه أنت بالتأكيد كل ما لا ترى عقلاني فهو بالتأكيد أنت ترى ما لديك هو العقلاني والعكس صحيح أنه تجد الهندوس يرى مؤتقداتك غير منطقية بينما المسلم يرى مؤتقدات الهندوسين غير منطقية ويستنتج في النهاية في نهاية هذا المقال اللي كان عنوان أهل هناك خالق قال لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية وإتاحت الفرصة له بذلك فقط هذه القضية الأساسية التي يجب أن نحترمها وبعد ذلك فليعتقد الناس ما يعتقدون والآن سأتحدث عن حجة المسبب الأول أي الله وبعد ذلك ستناول حجة قوانين طبيعة وبعدها حجة المصمم وسأستعرض فيديو لعدنان يرد على هذه الحجة وأيضا مناقشة راسل لريهان باسكال وثم الختام مع مقطع من حوار بيرتراندراسل مع شخصية لهوتية كبيرة حول وجود الله فكونوا معي الحجة الأولى هي حجة الوجود المسبب الأول أي الله ويقول فيها بيرتراندراسل إنه إذا كان لكل شيء سبب فلابد للإله نفسه من سبب وبالتالي هو ليس المسبب الأول وأنقيله مثلا بناء على فكرة أن كل لكل حادثة محدث لكنه لكنه هناك محدثا أو إله واجب الوجود فهذا لا يكفي يعني عندما أهل معروفة الحجة بأنه لكل حادث محدث والبعرة تدل على البعير فلكن عندما نصل إلى وجود الله أو أن الخالق الأول أو المسبب الأول أو المهجث الأول فهذا المهجث الأول لا وجود للمسبب له لأنه لا يمكن أن تتواصل سلسلة الأسباب إلى ما لا نهاية هذا الحجة الكثيرة فيقول هذا لا يكفي بيرتراندراسل لماذا؟ يقول لأنه لنقول مثلا بأن مثل ما يقولون ما يقولون خلنفتروا بأن العالم موجود ولا يوجد هذا العالم إلا بواجد أي أن هناك عالم أو خلق وهناك خالق فنقولنا أن هذا العالم أو أن هذا فنقولنا أن الله هو الواجد فمن أوجد الله أو أحدثه فإن قيلنانا مثلا لا يمكن الاستمرار في سلسلة الأسباب والأحداث كما بيّنت فلا بد من وجود مسبب أول بلا سبب فهنا يرد هاي الحجة بيرتراندراسل ويقول هذه الحجة لو صحت فيمكن لنا أن نقول أيضا أن العالم نفسه يمكن أن يكون هو السبب وبالتالي لن تكون لن نكون عندها بحاجة إلى علاه الفكرة هو إن أنه أنت يقل لك أنه هذا العالم موجود بسبب فهذا السبب يعني ما يحتاج إلى جبل السبب فأنت إحنا ما نسونا شي يعني افترينا فرة واحدة فقل أنه هذا العالم بلا سبب مباشرة وانتهى الموضوع يصبح العالم هو هو الإله نفسه يعني كما هو وإذن انتفت القضية بأكمله هذا عملية دور فلس في لا نهاية لها والحجة يظهر بهذه الطريقة هي باطلة بمعنى أنك عندما تقول أن السبب هو الله أو الخالق هو الله فأنت بحقيقة لا تقول شيء إنه مجرد كلمة أو رمز خالي من المحتوى ولا نعرف ما هو مجرد تضع شيء كلمة وتعتقد بأنها الكلمة هي التي ستعبر عن المعنى الذي تقصده لكنه في الحقيقة معنى فارغ وهو كلمة العالم نفسه أو الكون الموجود أو كل ما هو مخلوق فبالتالي أنت لم تقول شيء مجرد أنت ذهبت إلى مكان ورجعت من حيث ذهبت هناك أيضا حجة قوانين الطبيعة وهي أن وجود هذه القوانين يتطلب وجود كائن لوضعها لكن يتساءل بيرتراندراسي يقول ماذا نقول لو سألنا مثلا لماذا وضعت هذه القوانين دون غيرها والجواب نقول أن جاهز أنه وضعت لسبب أو بدون سبب وهنا نتذكر يعني لازم نتذكر جواب حجة السبب والمسبب أو الحادث والمهجف أو الخلق والخالق فنقول أن خيارات الإله نفسها يجب أن تحكمها الأسباب هذا يأدي بنا إلى أين إلى أن معنى هذا أن الله ليس هو واضع القوانين المطلق وأن قيله أن هناك من لا يمكن أن يكون معكوم بالأسباب فهذا مردود فقد يكون هذا الشيء هو القوانين نفسها وهنا نعود مرة أخرى لنجد أننا لسنا بحاجة لإله وهذه إذا تراجعون تدقيقون في هذه عبارات ستجدون الدليل واضحا الحجة الثالثة وهي حجة المصمم الشهيرة التي يتعكس عليها كثيرون وهذه الحجة طبعا عندما راح أتحدث عنها لاحقا في حلقة خاصة عن بيري لأنه صاحب هذه الحجة وقبل لا ينتزل الألماني بالقرن السابع عشر كان من السادس السابع عشر من المنافسين أو من المجاهلين لإسحاق نوتن هذه الحجة جاء بها هذا بيري وتقول هذه الحجة بأن هذا العالم مصمم ومنظم بشكل مثالي والناس يرون فيه بأن العالم مصمم بشكل خارق ومتناسق ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا على يد إله ولكن كما يرى بيري تراند وصل أن العالم والكون بيأكمله مرت عليه ما يقارب أربعة عشر مليار سنة وما زالت الناس تموت وتعاني وشبه عليه بشبه في الإلحاد من أخطر ما يكون أول مرة أنا أقرأ هذه الشبهة ما سمعت هايش قبل هيك من بشر قالها رجل هذا عاربي شي طبعا ضد برهان النظر نفسه قاله أقوى برهان بس فيعلي ردين قال رد من دارون ورد الثاني لما أذكره لك ولا أنا أذكره إيش الرد الثاني قال أصلا هذا البرهان كله قائم على إيش على تسليم مفهوم الحكمة أنه في حكمة الأشياء متعاضدة تعمل كلها إيه إلى غاية معناها في حكمة إذن في حكيم أوجد هذا الشيء قال إيه مفهوم الحكمة أنا لا أسلم به لماذا لا أسمي هذه الحالة في الكون والأشياء بالحكمة منها حالة دقيقة ومنظمة أنت عشان تحكم عليها أنها دقيقة ومنظمة وكذا لابد أن يكون عندك إمكان إيش المقارنة وما فيش مقارنة عندك كون واحد كون يقرس واحد هو هذا وهو موجود هيك وجدة هيك إن وجدها إن وجدها كذا صحيح فكيف إيش ما تسميه إنت خلاص من حين أخذك ما فيش مجال للمقارنة قال أنا أفترض لو أن وجد كون آخر عكس الكون هذا كل شيء فيه بصير بقوانين منقضة حنقول يا ما شاء الله هو قال يعني كون ممتاز وجميل ومنظم شبه خطيرة ملعون هذه قلت يا رب بايش اللي كده بفضل الله يعني ما فيش لما يمر دقيقتان ثلاث دقائق ربنا لهم الصبب بفضل الله ولا اليوم به كلام لا يعني التشطيب على وجود الذات بقدر ما يعني وهو كده فعلا التشطيب على العقل الإنساني طبعا لأنه الذي ابتدع أو عقلة أو يتعقل من فهيم النظام والانتظام والغائية هو العقل من أيش برضو هذه القوالب فإذا أنت قلت هذه ليست لها معنى وهي أشياء اعتباطية معنىها العقل كله أصبح اعتباطيا فأصبح كله اعتباطي نخشنا اعتباطي الأقوال وأضافها اعتباط تخلف عدميا وأخيرا يناقش راسل وأنك إن لم تؤمن بهذا الإله مع أنه موجود فبالتالي أنت ستغامر بأن تكون ملعونا إلى الأبد وعليه بعد ذلك من الأفضل لك أن تؤمن يقول هذه الأبد غميضة يشتهر بها العقل البدائي ولكن لنفترض أن هناك أحدهم قال نعم هناك إله لكن هذا الإله تعمد حجب الأدلة على وجوده وخلق عالما يحرض الإنسان على نفي وجوده ومع هذا فإنه سيلعن كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده يعني هذا الإله يخلق عالم وهو يحجب الأدلة على وجوده ويحجب نفسه وبعد ذلك يلعن يخلق كل الفرص حتى ينفي هذا الدليل وبعد ذلك سيلعن وسيعاقب كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده هذه الأبد غميضة يجب أن نتساءل بعدها حتى لو هذا هو الواقع الذي يتحدث به رجال الدين راسل يقول هذا تصرف إله يستحق العبادة يعني هل فعلا إله يتصرف بهذه الطريقة هو إله حقيقي ويستحق العبادة هنا يختم راسل حجاجة ويقول إذا كان هذا الإله هو الذي يتحدثون عنه فمن المخزي جدا أنه لم يقدم دلائل على وجوده أتمنى أن يكون قد بجدكم صورة وافية عن وجهة نظر بيرتران درسل حول موضوع وجود الله وهو موضوع مهم جدا ليس بلا أنه العلاقة بالدين والتشرع القوانين الدينية والمعتقدات الدينية والفرائض الدينية وما إلى ذلك إنما لأنه موضوع يتعلق بتساؤل الإنسان الطبيعي حول وجوده وجود هذه الحياة هذا الكون بيأكمله سؤال لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إله حاسمة لكنه بالتأكيد هو سؤال يشغل بالنا جميعا أتمنى أن أقدمت لكم مادة مفيدة وأصف بعض المناطق كانت في الفيديو فيها يعني المايك مغلق لكن سأحاول حذفها لاحقا المهم أتمنى أترككم الخير وأتمنى أسمع تعليقاتكم وكل أمل بأن يكون يكون هذا الفيديو قدم لكم مادة جيدة وأعتبرها القناة هي لستم من يشترك فيها لا يعتبر نفسه مشترك فيها إنما هو شريك فيها مع السلام هذا هو الدول علينا أن نفهم هذه الحقيقة قالوا هناك أشياء لات لكن ليش على طريقة الإصاب بالبداية أو على طريقة جبارة أو حرب الأصابات وإنصار منصور الناصر شائف وكافز ما أيت ما أيت ما أيت تشوف جميع الباحثين لا واحد علي طلاء الرجل دا بيتكلم صحب حد جميع الباحثين حلوة لا 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 وهكذا الألم الذي يقوم على فارضيات ألمية وبكل مكان هذا الآخر مختلف كل مكان أفضل بالسابق القلبك ولكن تصور هذا الفعل هذا العمل يدد بين يدينا عشر سنوات وخمصات في السنة وين راح نوصل؟ راح نوصل لمراحل اللي لم نكن نحلم بها